نشن وكيل محافظة شبوة دكتور عبدالقوي لمروق والوكيل مساعد فهد التوصلية العام الدراسي الجديد بكلية المجتمع التطبيقية بالمحافظة كما افتتح الوكيلان خمس قاعات دراسية جديدة بالكلية بتمويل محلي يقدر ب27 مليون ريال وعبر الوكيل لمروق عن سعادته بتدشين العام الدراسي الثاني في الكلية وافتتاح قاعاته الدراسية الجديدة بما يعزز منظومة البنية الأساسية للكلية بما يواكب التوسعات السنوية من جانب أشار عميد الكلية دكتور محسن بحاج إلى ارتفاع عدد الطلاب خلال العام الثاني من عمر الكلية مؤكد الحاجة الكلية لبناء قاعات إضافية على أن تخصص مختبراتها وورشها المهنية